من القاهرة اللواء محمود زاهر الخبير العسكري وخلي بدو ياك دكتور نصير الأهمية هذه الزيارة وأهم الملفات اللي تم مناقشتها بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا تحياتي لي أخي العزيز أستاذ سعيد الجياشي اتداء لا بد لي من القول بأن سياسة الدفاع لأي دولة في العالم إنما ترتكز على العلاقات الدفاعية بشكل أساس ولذلك وزارة الدفاع تدرك جيدا أن تطوير التعاون الدفاعي مع مختلف الولدان وفي طليعتها الدول الجوار الإقليمي والدول العربية بشكل خاص إنما هو مرتكز أساس لبناء الجيش العراقي وتطوير إمكانياته وقدراته التسلحي زيارة السيد وزير الدفاع العراقي الحقيقة حملت شقين أساسيين الشق الأول هو شق سياسي لا بد من التلمس أبعاده بوضوح والشق الآخر اللي ارتكزت عليه أيضا اللي هو شق التعاون العسكري خنفصل السياسي بداية السياسي الحقيقة ابتداء وفي لحظة وصول السيد وزير الدفاع العراقي إلى القاهرة كان هناك لقاء مطول مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعرفون السيد الرئيس السيسي هو ابن المؤسسة العسكري أيضا وقائد مصر وجيش الحقيقة نقل السيد وزير الدفاع رسالة غاية في الأهمية من القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي ترتكز على أساس أن العراق ومصر اثنين أساسيين في التفاعلات الإقليمية أن العراق مع مصر في إعادة دورها المحوري في التفاعلات الإقليمية ولذلك كان هناك طلبا عراقيا واضحا بأن تأخذ مصر دورا رياديا وتفاعل دورها الإقليمية لمصلحة تفعيل التفاعلات الإقليمية ولمصلحة أيضا الجهد العراقي في مقاتلة التنظيمات الإرهابية المعطى الأساسي في هذا الموضوع وخلال لقاء السيد وزير الدفاع مع الرئيس السيسي كان الحقيقة أن الرئيس المصري كان غاية في الإدراك غاية في التفهم لموقف العراق غاية في التعاطف مع موقف العراق ولذلك كان هناك أبعاد موضوعية والحقيقة أيضا أبعاد عاطفية أخرى تلمسناها بشكل كبير من السيد الرئيس المصري السيد الرئيس المصري وبحضور وزير الدفاع المصري الفريق صبحي وجه كل الهيئات المصرية وفي طليعتها وزارة الدفاع المصرية بأن تفتح جميع وجه التعاون مع وزارة الدفاع العراقية أيضا هناك تعهد مصري بناء على الطلب العراقي بأن تلعب مصر دورا محوريا في محاولة تحشيط الجهود الدولية لمصلحة العراق من أجل محاربة داعش ولذلك الحقيقة السيد الرئيس المصري أيضا وحدة من اللفتات الأساسية التي ينبغي التنويه قال أننا لو كانت مصر في غير هذا الوضع الاقتصادي الخانق الذي تمر به لو وجدتم موقفا مصريا أكبر ومؤيدا ومساعدا للعراق هذه الزيارة الأولى للسيد الأبيدي فيما يخص التعاون الدفاع نستطيع تسمية هذه الزيارة الأولى لكن كانت هناك مع السيد الرئيس الوزراء أعتقد زيارة سابقة لمصر كانت تبحث أيضا في هذا الملف أنا رأخذ منك أهم الملفات العسكرية واللوجستيالية تنخلها بس خليني بهذا الموضوع مع الأستاذ سعيد مهتمين الأراقيين بهذه الزيارة والمصريين بالمقابل هم مهتمين شون تقرأها؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والدكتور الأخير عزيز دكتور نصير وإلى مشاهدي قناة العراقية ابتداء أهمية الزيارة بمعنى الزيارة مهمة جدا وخصوصا من المؤسسة العسكرية ومن السيد وزير الدفاع تحديدا لأن نعلم جيدا أن الجيش العراقي وبمؤسساته التدريبية والتعبوية والأكاديمية وحتى العملياتية ما زال تحتاج جهدا كبيرا وخبراتا إضافية تتناسب مع القدرات المالية التي متوفرة في الدولة ومقصصة لقطاع الدفاع بشكل عام وبالتالي تأتي هذه الزيارة من هذا المنطلق المشترك أهم شيء في الزيارات وما يتمخض عنها من برامج عامل مشترك هناك زيارات نقوم بها السيد وزير الدفاع إلى إيران إلى الأردن وإلى مصر وأعتقد زيارة مصر ستكون نوعية لماذا نوعية؟ لأن هناك استعداد مصري داخل مؤسسة العسكرية لفتح قنوات تنسيق وتقديم يعني كل ما يستطيعون من بناء برامج عامل مشتركة بالتدريب في الاستشارة وحتى في صناعات الحربية وهذا يلائم المؤسسة العسكرية العراقية لأن هناك حاجة آنية حاجة سريعة لنوع معين من الأسلحة التي تتطلبها المعركة الحالية اللي يخوضها العراق أسلحة المشات أسلحة المعركة ذات المرونة العالية والحركة السريعة بعيداً عن الأسلحة الثقيلة التي تأتي في بناء الجيوش في الظروف الطبيعية يعني العقد أو بناء هكذا زيارات مهم جداً للعراق حقيقة ويمكن البعض يفسر الزيارة في مسارها العسكرية والأمني أنا أقول غير ذلك اطلاع المصريين على طبيعة المعركة وعلى التحديات التي تواجه العراق وعلى العافية الجديدة التي بدأت تنمو داخل مؤسسة العسكرية باتداء من مؤسساتها التدريبية إلى مستوى المعنويات إلى أداها العمليات في مسارح العمليات بس خليلي أسألك حتى نجي بعدين بتفصيلات أكثر على النوعيات والسلاح التي حضرتك ذكرتها واحد يسأل يقول التأخير من مين نجحنا صارنا سنة ونصف قاتل التأخير من العراق لو من مصر حقيقة التعاون العسكري ربما هي رغبة لدى القيادات العسكرية ولكن هذه الرغبة لا يمكن تحقيقها بدون قنوات السياسة وبدون الاتفاق السياسي وبدون الرغبة والاستعداد في المؤسسة السياسية لإصدار قرار بالتعاون مع هذه الدولة أو تلك أعتقد المتغيرات التي شهدتها مصر ضيلة المرحلة سواء في أهد حسن مبارك ثم انتقال إلى حكم الإخوان ثم التحول الذي قاده السيسي بعادة مصر إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات سيادة بعيدا عن تجاذبات الإقليمية والدولية وحتى المنقسامات الطائفية التي أريدها لمصر أن تكون جزءا من هذه المتغيرات التي حصلت في المنطقة ولكن مصر نأت بنفسها بسبب هذا التغيير فظروف مصر وظروف العراق بنفس الوقت العراق مرت بظروف يعني بعد 2003 كان الانشغال والأسفاقية الأولى لبناء النظام السياسي بناء الدستور تصويت على الدستور وبناء مؤسسات الهيكل السياسي ووجود القوات الأجنبية على الأرض العراقية طيلة هذه الفترة السابقة ربما كان القرار الأمني ليس قرارا عراقيا كاملا مئة بالمئة إلا بعد قروج القوات نهاية عام 2011 وبالتالي أعتقد الوقت ليس فات كثيرا ما زال الوقت في بدايته وأنا ألاحظ يعني ربما من رؤية أمنية هناك مجموعة من الفعاليات تسير معا بخطوط متوازية شوف على مستوى الزيارات الميدانية على مستوى بناء المؤسسة على مستوى العلاقات الخارجية العسكرية التي هي طبعا تأتي بموافقة قرار سياسي العراقي لتخويل المؤسسة العسكرية ببناء برامج مشترك معظم رح نحن أكثر بمن قدم المساعدة للعراق وستخدم نشوف أهم الملفات دكتور ناسو نعم الحقيقة أنا بس تعريج بسيط فضل يعني إضافة بسيطة السيد وزير الدفاع شرح مفصلا طبيعة العمليات العسكرية الجارية في العراق أحاط الرئيس المصري بطبيعة الانبعاث الجديد لقدرات الجيش العراقي كانوا المصريين وأثناء الأحاديث اللي جرت معهم غايف الألم لما حصل للجيش العراقي في عام 2014 والحقيقة أيضا أنهم بنفس السياق اللي يتحدث عليها أخي العزيز الأستاذ سعيد أنه أيضا كانوا محل يعني قدموا كل عبارات الثناء والإطراء على قدرة الجيش العراقي على إعادة بناء نفسه من جديد في مرحلة قتال وفي مرحلة بناء فهذه إشكالية ضخمة يعني أنك تقاتل وتبني في ذات الوقت الموضوع صعب للغاية وليس يعني أمر في السهولة أيضا السيد وزير الدفاع طلب من السيد الرئيس السيسي أن تلعب مصر دورا في محاولة نزل الفتيل التوتر الطائفي في المنطقة والرئيس المصري بعبارات صريحة قال كل توتر طائفي إنما يصل في مصلح الداعش وهذا إدراك متقدم وعميق ويطابق تماما الرؤية العراقية في هذا الاتجاه وأيضا هناك طلب مصر التحشيد دولي من أجل إعادة بناء المناطق المحررة هذا الحقيقة الملف الأساسي الذي ذهبه الرئيس المصري الملفات العسكرية الملفات العسكرية الحقيقة ارتكزت على أربعة ملفات أساسية جولات المباحثات التي دارت في وزارة الدفاع المصرية والخبراء المتخصصين اللي استحبهم سيد وزير الدفاع إلى مصر بحثوا في أربعة ملفات التدريب بكل أنواع يعني أن تدريب القوات الخاصة تدريب طيران الجيش وأيضا تفاصيل أخرى في التدريب عندنا ملف التسليح والتجهيز كان هناك خبراء مع سيد وزير الدفاع أيضا بحثوا في هذا الجانب عندنا أيضا جانب آخر اللي هو ملف التعاون الاستخباري والمعلوماتي وهذا أيضا تعرف أنه في هذا الموضوع هي معركة معلومات واستخبارات وطلبنا من مصر أنه يعني بداية يعني القيام بتعاون استخباري متقدم ربما يفضي إلى توقيع مذكر التفاهم في هذا الجانب بعد أن تستكمل الإجراءات التفصيلية في هذا وأيضا حيط علما وبموضوع غايف الأهمية هو الاطلاع على التجربة المصرية في ميدان الانتاج الحربي يعني تعرف أن العراق عنده خبرات سابقة متراتة في ميزان الانتاج الحربي أيضا بحثناه وأيضا التجربة المصرية في مجال الاستثمار تعرف الجيش المصري يعني يتفرد بميزة أساسية عن الجيوش العربية أنه جيش منتج فلتشوف أنه إذا أردت أن تعرف مصر الحقيقية فانظر إلى جيش فالحقيقة المصرية يعني مثلا الموضات التجارية الشوارع القناطر التباري حتى قناة السويس في الشقة الثانية منها نفذه المصريون فبالتالي نحن نريد أن ننقل التجربة المصرية نعرف تفاصيلها بالكامل حتى الحقيقة هناك خطة مستقبلية في وزارة الدفاع من أجل أن يكون جيش العراقي في المرحلة اللاحقة ما بعد داعش بإذن الله هو جيش منتج يقوم يدخل في مجالات الإعمار والبناء إذا يعني سمحت لي في الوقت وإذا عندك وقت بس أريد أسأل الأستاذ سعيد كمراقب شون تقيم وجود ونوعية وجودة الطبيعة الجيش المصري ومنتجاته حتى العراق يستفاد منه ربما الجيش المصري باعتباره كمؤسسة وطنية وله خصوصية الجيش المصري لم يخض معارك داخلية داخل مصر وبالتالي مكانة الجيش المصري في مستوى الرأي العام والشعب المصري مكان مقدس وبالتالي كل الأزمات السياسية لأنه لاحظ الشعب يقف عنده جيش ولا يستطيع أن يتجاوز طبعنا بكل الثورات التي صارت خلالها النقطة الثانية الجيش المصري جيش رائد بمؤسساته بأدائه حقيقة وحتى قدراته التسليحية والقتالية عالية قدراته الاستخبارية عالية قدراته الجوية نوعية بشكل كبير ولكن في معركة مكافحة سأقول شيء جديد في معركة مكافحة اعتراب أعتقد الجيش المصري يحتاج خبرات عراقية وبالتالي في سيناء عندما ذهب الجيش الثالث في مقاتلة الإرهابيين الذين هم في بيت زويد أو بالعريش أو بسيناء بهاي المناطق نجد أنه في البداية تعاملوا معه تعاملا عسكريا صرفا من خلال نشر المدرعات واستخدام الطائرات واستخدام الأسلحة التقيلة وهذه الأدوات غير منتجة في معركة مكافحة ارهابي تكبد جيش المصري معركة نظامية فأدركوه بشكل المصريين يعني يخططون ويفكرون في نفس الوقت ذهبوا إلى تشكيل وحدات سريعة وبأسلحة مشات خفيف وحركة عجلات سريعة العراق سابق بهذه القضية فهذه لدينا اليوم العراق حقيقة أقولها وبكل أطمئنان الخبرات العراقية التي تمتلكها المؤسسة العسكرية العراقية على تشكيلها على اهتمامها على التحديات التي تواجهها ولكن أصبح تدينا قدرات وخبرات داخل هذه المؤسسة تتعامل بمسارات مكافحة ارهاب عكس ما نصت عليه الكتب العسكرية التي تأتي بمعارك مكافحة التمرد والمعارك الخاصة بالأيديولوجية العسكرية نجد مكافحة ارهاب تكتيكة مختلف وبالتالي أعتقد هنا العراق يمكن أن يفيد مصر ولكن إذا ما حصل تعاونا مشتركا في التدريب وفي الملفات المهمة التي تذكرها الدكتور نصير وأخذها بمساحة العمل بين العراق ومصر ستكون نتائج كبيرة ممتصد خلي أنتقل مضمعي اللواء محمود زاهر الخبير العسكري من القاهرة حياك الله وهنا مرحبا بك سيادة اللواء أهلا بك يعني بداية معك كيف تقرأ مصر والمحيط العربي والإقليمي كيف يقرأ هذا التعاون وتبادل الخبرات بين العراق ومصر عسكريا سيادة اللواء لا أولا بسم الله الرحمن الرحيم هو يعني مش هننتظر أنه هو يقرأ يعني كان معروف قبل كذا أنه هناك مسلس في المنطقة مسلس قوي جدا ومعتمد عليه كقوة عربية مشتركة وهي مصر والعراق والسوريا إذن العلاقة المصرية العراقية هي ذات تاريخ وذات قدم وذات صلة قوية ونحن لا ننسى موقف العراق معنا من بعد سبعة وستين وحتى ثلاثة وسبعين عشان أقرأ موقف العراق الحالي الحقيقة أنا أرى الشيء الوحيد اللي ممكن يكون مؤثر هو والاختلاف في الأيدولوجيات أو في الفكر الذي تم إسقاطه على الأرض وهذا شيء خطر وشيء لا يتناسب مع دولة العراق التاريخية القديمة والحديثة إلى ما قبل 2003 إذا جاز اللفظ لأن 2003 الحقيقة دخلها فيروس جامد ومن هذا الزمن بدأ يبقى التأسيم سواء كان البعسي سواء السني سواء الشيعي سواء الكردي بدأ يعني يسقط على الأرض ويحدد لنفسه جغرافية ومن هنا العراق القوية كعراق نعرفها ونتمناها وسوف ترجع إن شاء الله ما بقى تشهية دي الطباعي جيد يعني حضرتك رجعت لي شوية تاريخيا بالعلاقة بين العراق ومصر لكن خذ نحشي على اليوم العراق ومصر العراق بعيد عن سياسة المحاور تعرف بهاي القضية حضرتك ومصر أيضا كذلك بعيد عن سياسة المحاور هذا يعطي قوة أكثر للعراق ومصر وفق هذا التعاون يعني يسير به إلى النجاح لأنهم بعيدين عن المحاور تتصور هيتش الفكرة لا شوف حضرتك خلينا نتكلم بوضوح شديد لا إحنا في مصر بعيد عن المحاور ولا العراق بعيد عن المحاور ولا في دولة ممكن تبقى في العالم نستطيع أنها تقول بعيدة عن استراتيجيات وتقاطعات وتباينات المحاور ولكن لو أنا بكلم على مصر والعراق وبكلم كمصري وله يعني أفهم شوية فيما يحدث من سياسات لا هذا لا يمنع على الإطلاق من تعاون خبرات بل تعاون أكثر من تعاون لوجيستي وخبرات بين مصر والعراق سواء ناخد من العراق أو العراق تاخد مننا وأعتقد أن نحن مرينا بتجربة يعني الشقيقة العراق النهاردة في حاجة أنها تنظر إليها قوي وده ممكن يكون متاح لها بكل ترحيب وهذه علاقة لا تأثير لها بالمحاور ويمكن أن تتخطى المحاور وأعتقد أن مصر حريصة جيدا أن يكون هذه العلاقة قوية وفي تنامي لأنها ستطرع المحاور وتأتي للعراق بإذن الله ما العراق يتمناه وما نحن نتمناه للعراق وما نتمناه إحنا الاتنين للإقليمية العربية جيد سأرجع لك سيد محمود لكن دكتور قدك قضية تفصيل للملفات تفصيل للملفات أول ملف هو ملف التدريب الحقيقي والتدريب ارتكز بشكل أساس أو محوري هو على تدريب القوات الخاص القوات الخاص تعرفون أنه البناء السابق للجيش العراقي إذا ما أجزنا القول أنه بعد عام 2014 استراتيجية بناء جديدة للجيش العراقي هو استراتيجية السابقة كانت قائمة على أساس بناء جيش تقليدي ومواجه الجيوش لبعضها الحقيقة هذا رؤية ضعيفة وقديمة ولا تتناسب تماما مع طبيعة التحديات على الأرض العراقية الجيش العراقي بحاجة الآن إلى قوات خاصة مدربة لقتال المناطق المبنية فحرب مكافحة الإرهاب هي تماما حرب مختلفة في أهدافها ومنطلقاتها وآلياتها العملية عن مسارات الجيوش والبناء التقليد ولذلك الحقيقة السيد وزير الدفاع حمل ملف هذا الملف بقوة في مصر وحيطك علم والسادة المشاهدين الكرام أن سيد وزير الدفاع زار مدرسة القوات الخاصة المصرية لأكثر من ستة ساعات بالكامل هناك نهار كامل تم قضاء مع الخبراء المتخصصين العراقيين والمصرين وطلع حتى على مفردات التدريب والبناء التحتية الممتازة التي يتميز بها الجيش المصري وبالمناسبة الحقيقة هناك توجيه كما قلنا لكم من المراجع العليا المصرية بأن افتحوا جميع أبواب التعاون ودون تحفظ مع الجيش العراقي ولذلك سمعناها صريحة واضحة لا تقبل الشك أن نحن مستعدون لاستقبال أي عدد من المتدربين في اللحظة التي تقررون أنتم إرسالهم والحقيقة الآن وزارة الدفاع عاكفة على انتقاء العناصر التي يمكن أن تذهب إلى مصر لإجراء هذه التدريب والآليات العملية للتنفيذ وأيضا القضية الثانية هي محور التسليح محور التسليح أيضا ذهب السيد وزير الدفاع في جولة أخرى إلى وزارة الانتاج الحرب المصرية وإلى المصانع الحربية المصرية اطلعنا بالتفصيل على طبيعة الانتاج المصري في ميدان الأعتداء أو الأسلحة أو المعدات وأيضا هناك توجيه من المراجع العليا المصرية وزير الانتاج الحرب المصري قال نحن مستعدون لتزويدكم ولو من مخزون الجيش العربي المصري فالحقيقة هذا موقف كان غاية في الأهمية والروعة أنه تعرف يعني الزمن يلعب لعبة كبيرة في العراق ولذلك نحن تجهيزات نيامبغي أن تصل باللحظة المطلوبة في ميدان المعركة معركة استنزاف نحن في وضع استثنائي ولذلك المصرين قالوا نحن مستعدون لتزويدكم من مخزون الجيش المصري ولذلك نحن تعرف كما قلنا لك السيد وزير الدفاع يصطحب مع الخبراء ولذلك جولة في هذه المصانع انتقينا الاعتداء والأسلحة التي يمكن أن تخدم متطلبات المعركة في الإرهاب ولذلك كانت لدينا أولويات لدينا فكرة مسبقة واطلعنا على الأرض لما يمكن أن ينشأ من هذا التعاون والحقيقة اللجان العراقية المصرية التي نشأت بعد زيارة وزارة الدفاع المصرية تولت البحث في هذه الملفات يحملونا تفاصيل كثيرة عما يمكن أن ينشأ من هذا التعاون في مجال التدريب أو في مجال أيضا قلت لك التسليح والتجهيز ووجدنا حتى بالمناسبة أسعار تفضيلية يمكن المصريون تعحدوا به أيضا كما قلت لك التعاون في ميدان الاستخباري والمعلومات والمعلومات يفتح بشكل كبير وهناك خطوات عملية من أجل هذا الموضوع أيضا الأخوان المصريون بالمناسبة وللاستفادة من الخبرات العراقية التي ذكرها أستاذ سعيد قالوا أنه طرحوا علينا فكرة التكامل في الإنتاج الحربي التكامل قالوا أنه لديكم خبرات سابقة نحن نعرف طبيعتكم ولذلك ما موجود ما تنتجه المصانع المصرية ربما تنتج المصانع العراقية شيئا آخر لا ينبغي أن نصنع شيئا أو ننتج شيئا يعني متشابها متشابها دعونا نتكامل في هذا الانتاج والحقيقة هذه فكرة رائعة ربما تفتح آفاق مستقبلية أخرى في الميدان المستقبلي أيضا بالمناسبة أيضا هناك ربما في الأيام القادمة ووفد عراق رفيع المستوى سوف يذهب إلى مصر في ميدان القوة الجوية ووفد من قيادة القوة الجوية سوف يبحث تفصيليين آليات التعاون في ميدان تطوير القوة الجوية العراقية ووفد آخر سيذهب لاحقا أيضا للإطلاع على التجربة المصرية في ميدان الاستثمار وهذه نقطة كمؤسسة عسكرية تستثمر كيف تستثمر المؤسسة العسكرية هذه الرؤية الجديدة للبناء في وزارة الدفاع العراقية فأرجو أن المشاهد الكريم يعني يلاحظ الفرق بين يعني رؤية الوزارة في هذه المرحلة والمراحل التي ستثمر لذلك أريد أن نقول هذا الأستاذ سعيد يعني الأسعار زينا ذا يقول الدكتور موضوع الاستثمار مستقبله بس مشكلة النفط بالمقابل هاي شون نقدر نحلها حتى ينجح التعاون أنا أعتقد الملفات بعضها استراتيجي وبعضها آني يعني عندما نناقش ملف التدريب هذا ملف متطلب ذات أسبقية نحتاجه في معاركنا الآنية صحيح وعندما نتكلم عن استثمار المؤسسة العسكرية المصرية استطعت أن تؤمن لها لنفسها موازنة خاصة من استثماراتها صحيح وبذلك تنأى من ضغوطات الموازنة العامة وإيرات الدول هذا استراتيجي طويل موضوع الأسلحة حقيقة موضوع اختيار الأسلحة موضوع التكامل موضوع ذهاب وفود عالية المستوى مهم جدا ينعامل وقت عبنا مهم احنا ربما غير نعدة فسحة من الوقت نحن نحتاج إلى البناء وبنفس الوقت نحتاج إلى حسم المعركة لدينا مناطق ما زالت تحت سيطرة الحصابة الداعش لدينا نازحين لدينا أبناء شعبنا يتخلصون من هذه الضغوطات الحياة والمصالح المعطلة بسبب ما فعلته عصابات داعش رهابية ولذلك عامل وقت مهم ربما من دولة أخرى لديها دولة متقدمة بالتصناعات عامل وقت يكون موبيدك بس تذهب إلى مصر أو تذهب إلى دول أخرى مصر عندها استعداد يعني حقيقة الإرادة السياسية تجسدت برغبة من خلال الترحيب ومن خلال فتح الآفاق الواسع هذه ناتجة على الرغبة السياسية عامل وقت المشتركات بالعمل اللي بين الجيش المصري والجيش العراقي وبنفس الوقت سرعة الاستخدام كثير من الأسلحة المصرية أنا متأكد إذا يزوج بها العراق القدرات أو الخبرات العسكرية العراقية ممكن أن تنقل هذه الأسلحة إلى الجبهات بشكل مباشر بتدريب بسيط لأنها لديها الخبرة على استخدام هكذا أنواع من الأسلحة التكامل بالتصنيع هذه التفادة حقيقة رحية عليها وزارة الدفاع يجب أن ننتقل إلى التصنيع الانتاج الحربي الانتاج الحربي لا يمكن نستورد العتاد على أقل إدامة العتاد سواء عتاد بالخفيف والمتوسط وحتى الثقيل وبعض الأسلحة الخفيف والمتوسطة لا يمكن كل شيء نستورد لدينا خبرات نستثمر خبرات مؤسسات الانتاج الحربي في مصر ممكن وأيضا خبرات العراقية وخطوط الانتاج لديهم قدرات إذا ما تم تفعيلها يمكن أن تؤمن إلى حد ما حاجة الجيش في تأمين من الأعتداء ومن بعض الأسلحة في هذه المعركة النقطة أيضا مهمة جدا جانب الاستخباري الجانب الاستخباري مهم جدا نجد مصر لديها قاعدة معلومات كبيرة من الأجهزة الاستخبارية بخصوص المغرب العربي وحتى المشرق العربي واليوم حركة العناصر الإرهابية تأتي بعضها من مصر بعضها من فلسطين بعضها من مغرب العربي بشكل مباشر أعتقد هذه رؤية ربما إلى الجانب المصري هناك تحدي يواجه مصر اللي هي الحدود الليبية المصرية وأتمنى على الأخوة المصريين أن يكون يقضين جدا من ما يحصل لأن اليوم الأخبار تقول تحول داعش بدأ ينقل عناصره إلى ليبيا وأعتقد وصوله إلى ليبيا يريد أن يعمل شيء على الحدود المصرية الليبية من أجل مس أو من أجل التأثير على الأخوة المصريين لأنهم شمقوا كثيرا حقيقة وصمدوا أمام المتغيرات التي أريد لها أن تحصل بالمنطقة أنتتني سؤالي سأقول للقاهرة السؤال الأول هو حركة العناصر بين هذه الدول التي هي مجاورة للعراق أو لمصر سيد محمود الأستاذ سعيد ذكر هذه قضية أنه تحرك العناصر وتنقلهم وأنه هي خلاياهم تنتعش في دول هي قريبة للعراق ويعني حول مصر موجودة هنا شون يقرأ موضوع أنه يجب أن يتعاون الجميع للقضاء على آفة داعش شوف حضرتك لا تنسى أن خرجت من مصر حتة أن الإرهاب ليس محصورا لدولة أو لمنطقة من دون حتى الإقليمية والعالم كلهم وهذا أصبح واقع النهاردة بنلاقيه موجود في الكاميرون النهاردة الصبح وفي القارة الإفريقية على مدار الشهور اللي فاتت ووصل إلى العالم وكلنا نعلم هذا طيب خلينا بعد ما شفنا هذه الرؤية وأنا سامع يعني الكلام الجميل اللي بيتم في الاستوديو عنده حضرتك خلينا نضع جدول للتكامل ما بين الدول العربية لو أنا هتكلم النهاردة على مصر العراق أو مصر ليبيا أنا يهمني طبعا ليبيا أو يهمني العراق لو توضع جدول أساسي لإيه اللي نبدأ به زي ما حضرتك قلت طيب نتبادل خبرات ده شيء عظيم طيب نتبادل إسلاح عادي سلاح يتم مع من تم يعني خبرتهم هذا أمر طبيعي هل التصنيع وارد نعم وارد وعندنا حضرتك لا تنسى الهيئة العربية للتصنيع ومازالت القاعدة القانونية فيها موجودة للعراء ولأي دولة شقيقة أخرى هل ممكن مصر تبقى بل فيها بتصدر سلاح أو بتصدر ما يمكن تحتاجه دولة شقيقة نعم هل ممكن تكون وسيط لمخزون من عندها أو من الخارج لدولة شقيقة آه موجود بس حضرتك ده عايز إطار سياسي ثم يكون العسكريين والخبراء بداخله ثم تكون المصداقية مع إطار الرؤية اللي كلنا النهاردة بنواجهها أعتقد أن هذا أمر ممكن يكون موجود وموجود بقوة وجميعنا محتاجين له جيد إحنا يعني متفقين على أنه هذا التعاون إذا كان آني وإذا كان ستراتيجي مثل ما ذكر سيد سعيد هو يعني ناجح بكل المقاييس لكن أرجع لنقطة أنه مستوى الدعم دائما يبدي بعشر مستويات وفق المفهوم السياسي أو البراغماتي يعني عموما يبدأ من الشجب والاستنكار والتضييق وتشفيف منابع الإرهاب إلى التعاونات العسكرية وغيرها إذا يبقى العراق ومصر يتعاون دائما لكن مثل ما ذكر الدكتور نصير هنا أنه الحرب هي استنزاف وبقت بعض الدول الإقليمية هي تفرغ هؤلاء الدواعش ناني شون ممكن أسيطر على الموضوع ما مدى القوة السياسية أو ما المطلوب من العراق ومصر تعاون لإيقاف هذا القضية لإيقاف تدفق الإرهابي لإيقاف منابع الإرهاب شوف حضرتك برضو خلينا نتكلم بواقعية إحنا مش هنمنع التصرب الإرهابي لأن التصرب الإرهابي وراء زي ما حضرتك ذكرت وبذكاء شديد عندنا من أهلنا ما هو جزء من الصغرة اللي ممكن تدخل هذا التصرب ولكن التدفق لابد أن يقف والنهاردة عندنا تجربة أوقفة التدفق ولكن ما زال هناك تصرب بنشوفه حتى اليوم في مصر وهذا أمر طبيعي ولا يمنع الاستثمار ولا يمنع التعاون بين الدول ولا يمنع التقدم ولا يمنع حالة خالص طيب النهاردة حضرتك ذكرت في الحلقة التبادل المعلوماتي وإحنا النهاردة بما مرينا فيه وما لنا من تاريخ وأجهزة عندنا معلومات يعتد بيها على أي مستوى وعندنا استعداد نعطيها للشقيقة العراق في كل وقت بس فيه نقطة أنا نفسي أننا نأملها ونسمع عنها العراق العراق العراقين العرقين يعني الشيء التاريخي اللي احنا عارفينه تتلمى حضرتك كجغرافية أساسية والعراق يعود كما هو الآن بس العراق الأساسي التشتيت اللي هناك ده لأن هذه نقطة أساسية لأي تعاون مع مصر أو مع غيرها ومع مصر مصر مستعدة تساعد في هذا الأمر داخل العراق بحيث أن العراق يصبح العراق المعروف لنا والمحبب لنا واللي بنتمناه واللي تقوم معاه كل العلاقات على قعدة سوية جيد يعني السؤال الثاني سنقل إليك قريبا على قضية ليبيا وحدود ليبيا وخطر ليبيا القادم راح أجيك بعد قليل سيد محمود أرجع لك دكتور يعني بالخصوص أكد على التعاون الاستخباري اليوم العراق عنده هواي تحالفات استخبارية إذا كان ويا أمريكا وإذا كان تحالف الرباع الاستخباري واليوم اتفاق جديد ويا مصر العراق يتعامل بشكل منفرد مع الجميع استخباريا لو يود أنه يسوي تحالف موحد يقوده والله سيد العزيز الأثنين مرحب بهم مادامة العملية تصفية في خدمة المصلحة العراقية مثل ما ذكرت أنت أكو تعاون في مجال التوادن مع التحالف الدولي أكو خلية التعاون الاستخباري اللي بين الدول الأربعة العراق وسوريا وروسيا وأيضا نحن نتطلع إلى تعاون استخباري مع الدول العربية تعرفهم أهل المنطقة أدرى بها وحركة الجماعات الإرهابية تمر من هذه الممرات وتستخدم وسائل يعرفها أهل المنطقة أكثر من غيرهم ولذلك التركيز العراقي أنه عملية تبادل المعلومات الاستخباري هي جزء الحقيقة من عالمية الحرب على داعش ولذلك السيد وزير دفاع حتى أثناء المؤتمر الصحفي اللي عقده قال أنه ينبغي أن يعلم الجميع أن لن يكونوا بمنأة عن خطر داعش ليدرك الجميع استخدم هذه العبارة أن الجميع وإن كانت الساحة الآن متأخرة عنهم في ميدان القتال إلا أن سكوتهم عن داعش أو تغاضيهم أو عدم تعاونهم سوف يوضي بارتداداته مستقبلية عليهم ولذلك طرح شعار هو تبني خيار عالمية الحرب على داعش وضرب مثل على وسائل الإعلام المصرية قال أنه عدد الجنسيات التي كانت تقاتل في العراق كان 87 جنسية في عام 2014 منتصف منتصف عام 2015 بنهاية عام 2015 عدد الجنسيات التي تغاتل مع داعش أكثر من 100 جنسية فهذا الحقيقة مكمن خطور عالي المستوى ولذلك ينبغي أن الجميع أن يتأهب للردات الاحتزازية التي يمكن أن تنشئ على تمدد داعش العراق بالمعطيات العملية والاستراتيجية هو خط الدفاع الأول أبدا ولذلك حتى الرئيس السيسي والأخوان في وزارة الدفاع المصرية بصريح العبارة قالوا أنتم تمثلون الآن خط الدفاع المتقدم عن كل دول المنطقية العراق يقاتل نيابة على العالم نيابة على كل مصالح العالم المتحضر ولذلك ليس أقل من أن هناك يكون هناك تبادل للمعلومات الاستخبارية ليس أقل من تجفيف حواظن للأرهاب ليس أقل من إعطاء دور رياد لأمة الجوامع والخطباء ووسائل الإعلام وأيضا هذا كان محور حديث مطول لسيد وزير الدفاع العراقي مع وسائل الإعلام المصرية والعالمية التي كانت تواجدت هناك فالحقيقة هذا يأخذ جانبا كبيرا من هذا المسعى العراقي يعني بالحس الشعبي إذا سمحت لي والأخوان أعتقد هذا يتم العراقيين يعني بالحس الشعبي هناك تطلع كبير نحو العراق هناك شغف كبير بالعراق هذا لمسنا سيد العزيز في كل الأرويق الرسمية المصرية بالإضافة ذلك في الحس الشعبي المصري أنا أنقل مشاهد صغيرة لما كان سيد وزير الدفاع ولفد العاق يزورون مقام سيدنا الإمام الحسين عليه السلام تعرض سيدي مشاعر غاية في الروعة الدراك يعني عميق من جانب المواطن المصري أن الجيش العراقي هو خط الدفاع الأول ولذلك كان في مقام سيدنا الحسين هناك دعاء لجيش العراقي ودعاء بنصرة العراق فهذا الحقيقة أصبح ليس حديثا للنخط وإنما انتقل أنا شاعر الحب يمكن هم شفته مع اللواء محمد زار اللي بتأكيد أستاذ سعيد يعني أنا سئلة سؤال مهم أكو تعاون عسكري ووسلاح وتدريب وغيره بس أرجع لقضية التضييق وتجفيف منابع الإرهاب شون نقدر نشتول عليه حقيقة سؤال جدا مهم وربما مصر هي ساحة مهمة أن تلعب دورا فيما أشرت إليه من تضييق أو المواجهة الفكرية لداعش حسد أعتقد هذه التنظيمات الأرهابية والعصابات بكل مسميات قاعدة داعش جفة النصرة حركة شباب الصومال حركة أبو سياب بوكا حرام ونعدد كلها تنتمي إلى مدرسة فكرية وحدة والعالم اليوم صحة اليوم العالم الغربي يتكلم عن إيديولوجيا قرارات مجلس المدولي 2170 2199 تقول العقيدة السامة والفكر السامة وهي أول مرة قرار مجلس المدولي يشير إلى إيديولوجية داعش مصر تلعب دور نعم أنا أقولها بوضوح الأزهر هو مؤسسة إسلامية لا يمكن أن نقول الأزهر مؤسسة سنية ولا يمكن أن نقول الأزهر مؤسسة شيعية مؤسسة إسلامية إذا ما تم ضبط الخطاب الديني في الأزهر أو في عموم الجمهورية أعتقد سينعكس بشكل مباشر على مواجهة حقيقية ضد الفكر المتطرف كل العناصر الرهابية التي جندت سواء العراقيين أو غير العراقيين نجد لا يمكن أن يكون إرهابيا إلا بعد أن يتغذى ويعتنق هذا الفكر السلفي المتطرف كيف لنا أن نضيق كيف لنا أن نحد من هذه المواجهة الفكرية أنا أقولها كما أشار الدكتور أنه المعركة التي يخذها العراق معركة دولية عمقها دولي مغذياتها دولية قدراتها دولية بالمناسبة قدراتها دولية حتى قدرات داعش مقدرات محلية متفقيد جدا نعم حتى بمستوى علامهم وبالتالي العالم اليوم عندما يتكلم وعندما تجد هناك يعني ملاءمة وتصريحات وشعور بالمسؤولية بدأ يطفو إلى الأعلى بصوت واضح داخل أوروبا داخل العام داخل الولايات المتحدة الملكية داخل بريطانيا عندما يؤشرون بشكل واضح على الأديولوجية هذا ناتج ليس من قراءة لما يحصل في العراق وإنما ناتج من استشعار بالخطر الذي وصل إلى مجتمعاتهم في الغرب وفي عواصم العالم وبالتالي مصر عانت ربما عانت من وقت مبكر حتى في السبعينات حتى في العقود المواضية نجد التشدد الديني ماذا ينتج كيف لنا نذهب إلى التشدد الديني الذي ينتج الإرهاب أو الذي يغذي الإرهاب اليوم العناصر الإرهابية والمسميات تعمل بفتيايا سيد العزيز من يفتي ومن المدارس من تغذي وهناك وسائل إعلام وهناك جهات أخرى تحاول أن تكون يعني تحت الظل ولكن هي مغذي أساسي لهذه التنظيمات الإرهابية دور مصر لأن الأزهر في مصر علماء مصر إذا ما أشاروا بوضوح إلى الأمة الإسلامية ويقول لنا الخطر من هنا والنجاة من هنا وهذا ليس على مصر فقط وإنما على المملكة العربية السعودية أيضا على كل دولة إسلامية يجب علماء الأمة الإسلامية أن يتصدون بصوت عالي وبكلام عربي فصيح يحددون مصدر الخطر ومن أجل ماذا؟ من أجل وقاية الشباب اليوم أي شاب مسلم أي شاب عربي أي شاب أجنبي يحتنق الإسلام وأصبح جزء من هذه التنظيمات خسارة خسارة الإسلام خسارة الإنسانية وبالتالي الواجب الأول نعم المكافحة مهمة المواجهة مهمة ولكن علينا الوقاية الوقاية ليفتي علماء الأمة الإسلامية من هي داعش لا تكون بيأة جديدة خلينا نقول هذا سؤال مهم إذا أسمعته سيد اللواء ضبط الخطاب الديني بالأزهر لأن يعني أكو خطاب يعني يأثر باللي عنده استعداد للإجرام والإرهاب فالشون ممكن ضبط وأعتقد الرئيس السيسي كان عنده تصريح على هذا الموضوع نعم بضبط الخطاب بالأزهر تماما وكان سيد الرئيس قال أكتر من مرة ونادى بتعديل الخطاب الديني وتطويره وهذا مفهوم كلنا نفهمه أن كل زمان وله مقال وكل زمان له حيثيات واستلهامات للفكر ومن هنا يأتي التطوير أنا أدي لحضرتك مثال حديث يمكن ربما يكون غايب شوية الأزهر أن العرض عنده تمن لغات يتعامل بهم ومنها اللغة الأساسية التي تتعامل بها الهند وتتعامل منها الجميع واللغات الإفريقية ثم طبعا اللغات الحية المعروفة ويأتي بكل المفردات التي تخرج من داعش ومن كما قال ضيفك كل مخرجات ما خرج من الإخوان المسلمين ومن التشدد ما يسمى بالسلفي رغم أننا أعترض على كلمة سلفي لأننا سلفنا كلنا سلف صالح ولكن الشزوز والخروج عنه هو ده اللي ما يعتبرش سلف المهم النهاردة الأزهر بيتبنى أمور محترمة قوي وبيعمل بهذه اللغات مقاومة نمرة واحد ثم علاج في ذات الوقت نمرة اتنين يبقى هذا الكلام لو تم بيننا وبين الإخوة والأشقاء العرب وعلى سبيل المثال الذي نتكلم به بيننا وبين العراق بما أصبح لها من خبرة خاصة في هذا الأمر ولنا خبرة أخرى في هذا الإطار هذا التكامل سيكون مفيد للغاية سيكون مفيد لنا على المستوى الإقليمية ومفيد لنا وأتكلم على مصر مع التعامل مع ليبيا وما وراء ليبيا واللي كان ممكن يحدث فيه تونس ويتمدد والحمد لله انحصر ووقف عند حدوده لا نحن علينا نعلم أننا في منطقة مستهدفة استهداف كامل مستهدفة فكريا مستهدفة سياسيا مستهدفة عسكريا وإرهابيا مستهدفة بكل الطرق ونحن منطقة وإقليمية فيها ربنا سبحانه وتعالى دينا كل الإمكانيات العلم والطاقة البشرية والصروات الطبيعية والتاريخ وحضرته وكل شيء لو ما حصلش تكاملية أعتقد أنها يبقى خطأ شديد مننا جميعا بما فيها التكاملية الفكرية والثقافية ونبعد كل البعد نبعد كل البعد عن خطر أن المسلم يتقسم ده شيء وده سني وده جهادي وده سلفي وده وهابي وده غيره ما لنش دخل بالكلام ده المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله بعد ذلك الباقي يتم نقاشه بهدوء بعد البندين أو الشهادة المزدوجة الأولانية يتم نقاشه يعتقد سيادة دواق لا علينا بقى نفهم النقطة دي وما نخليش القنوات اللي بتجيلنا من بره تبقى أقوى مما لدينا من قوة داريخية وثقافية وفهمية وعلمية قبل البلد ما يعرف العلم والثقافة والحضارة أعتقد هي المشكلة أنه يعني الرسول يقول اختلاف أمتي رحمة داعش مشكلتها تكفر جميع الأديان وجميع الطوائف وجميع المذاهب ما يوقف أمامها شي هي فقط الفرقة الصحيحة والناجية ذكر سيد سعيد أنه اليوم المشكلة بالفتوى والفتوى تعد بيئة حاضنة وأعتقد باريس بتفجيراتها الأخيرة بدأت تتبتر بهاي المناطق اللي هي بيئة حاضنة بداخل باريس وبدأت تغلقها وبدأت تعتقل شلون نقدر نسيطر على الفتوى وشلون نقدر نقضي على هاي البيئة الحاضنة إن كان الكلام لي حضرتك يتفضل إلك سيدة في أن الاختلاف في دينا رحمة بل مش رحمة دي رحمة بمعناها التطويري يعني لما بنختلف بنصل إلى عمق من المعاني لم نكن نصل إليه فراضة إذن الاختلاف هذا مطلوب ولذلك أنا أقول خلينا نستمسك فقط بأن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هو أخ لي وأنا أخ لي ولا يجوز بنا التكفير على الإطلاق يأتي هنا الفتوى إذ لم يكن الفتوى تأتي على أسسها السليمة وهي موجودة لدينا في الأزهر بأكتر من ألف سنة نتفق عليها أما الاختلاف في الاجتهاد بتوضى إزاي بصلي إزاي هذا الاختلاف الاجتهادي هو ده الرحمة هو ده اللي يخلينا نساوي تطورات عصرنا ونقدر نهيمن عليها ولا اختلاف في هذا إطلاقا أما إن إحنا يبقى الاختلاف بيننا بيساوي تكفير وعدم إيمان هذا كلام خاطئ تماما ولا يجب أن يكون بيننا أحسنتم الدكتور أعتقد كتبتك ملاحظة وأنا أريد أسألك على بالتوازي اليوم ويا من دا تتعاون يعني مؤسسة العسكرية ويا من دا تتعاون بالإضافة إلى مصر عدنا علاقات دفاعية مميزة مع العديد من بلدان العالم يعني عدنا مع الولايات المتحدة الأمريكية دول التحالف الدولية عدنا علاقة مميزة مع روسيا مع تشيك أيضا سيد رئيسي وزراء والسيد وزير الدفاع ذهبوا إلى الصين فهذا جزء من استراتيجية تنويع التسليح الحقيقة اللي يتبعها العراق وهي استراتيجية أثمرت الحقيقة ميدانية على أرض المعارك تشوف هناك مصادر تنويع متعددة للقوات المسلحة العراقية طبقا للمتطلبات العراقية بس تسليح دكتور؟ أيضا تسليح تعاون استخباري معلوماتي وأيضا تدريب ولذلك يعني جزء من هذه العملية هي عملية الارتقاء بالمستوى التدريبي بالمستويات الدعم اللوجست الحقيقة كلها في تعاون الطبي أيضا عندنا تعاونات مع دول مختلفة في المطاق على رأسها إيران والأردن وعندنا أيضا تعاون استخباري مع هذه الدول ولذلك الحقيقة يعني الحركة الدفاع العراقية تعتمد بشكل أساسي كما انطلقت في منطلق الحديث على سياسة العلاقات الدفاعية فالعلاقات الدفاعية مرتكز أساسي من مرتكزات السياسة الدفاعية العراقية الحقيقة نحن بحاجة إلى جهد أيضا آخر يعني لسنا في نهاية المطاف نحن في الخطوات الأولى ينبغي أن لا نغرق كثيرا في التفاعل لأننا بحاجة إلى عمل مستفيض مستمر وآليات متجددة ينبغي أن نبلور آليات التعاون التعاون مع مصر مطلوب وحقيقي وممكن لكن بحاجة إلى آليات تفعيل ووزارة الدفاع عاكف على هذا الموضوع أيضا هناك حركة أخرى ينبغي أن نلتفت إليها هي إيصال طبيعة الصورة العراقية إلى المجتمعات التي نزورها ومثلا نحن في مصر الكثير من الأعلام كانت تركز على طبيعة ما يجري في العراق من هو الحجد الشعبي متمام طبيعة العلاقة بين المكونات العراقية هناك الحقيقة سوء فهم غموض ربما التباس النخب المثقفة العراقية قد تستطيع من خلال حركة الدفاع العراقية بآلياتها العملية أن تنطلق لإضاحة صورة صورة المشهد العراقي ضروري أن تصل إلى الأخرى إذن جهد شعبي وجهد دبلوماسي جهد دبلوماسي يترافق سويا بالحقيقة وجهد إعلامي لذلك لما رحنا صحيحة زيارة دفاعية تتعلق بمجالات التعاون لكنها لم تقتصر على ذلك صحيح كان هناك مؤتمر صحفي هناك لقاء مع وسائل الإعلام المصري ينبغي استثمار هذه الزيارة لإضاحة طبيعة المشهد العراقي يعني مثلا هناك ما هو الحجد الشعبي كيف نشأ الحجد الشعبي كلها إضاحة الصورة يعني بصريحة عبارة هل الحجد الشعبي ميليشيات أم لا وصارتهم التصور لصح بالضبط تماما السيد وزير الدفاع وأثناء لقاءاته في المؤتمر صحفي الأساسي وأيضا مع وسائل الإعلام المصرية في يوم آخر أوضح أن هذا الحشد نشأ بفتوى من المرجعية الدينية ولولا الحشد أركز ولولا الحشد لسقطت بغداد قال نحن نعتبر الحشد حشدنا ولذلك هو مرونة للقوات المسلحة العراقية هو ظهير للقوات المسلحة العراقية وهو مؤسسة رسمية تعمل بظل الدولة العراقية لذلك ينبغي أن يزال هذا سوء الفهم ولذلك الحقيقة ندعو كل الأخوة بشتى زيارتهم على اختلاف مشاربها على اختلاف آريات أنه توصل هاي الصورة إيضاح طبيعة المشهد العراقي هذا أساسي ومهم جدا ينبغي أن يصل إلى البلدان التي نزورها جيد دكتور نعم ستاة سعيد يعني لا تعاوني بس شفيني شرك لبعض الدول تنقال هي شي لو لازم الدبلوماسية تخصبهم على التعاون حقيقة التعاون يعني أبواب التعاون كبيرة وواسعة نحن بعض الدول نؤشر عليها بوضوح إنها أعلنت تعاونها مع العراق وكل الإرهاب أتى منها إلى العراق فكيف تجمع بين المتناقضات لدينا في العراق حقائق لا نتكلم عن أوهام أو عن ضنون لدينا إرهابيين سهل معتقلين وقعوا في قفضة الأجهزة الأمنية العراقية من شتى الجنسيات في مسرح العمليات نقاتل صينيين وشيشانيين شن مشكلتنا ويصينيين شن مشكلتنا ويشيشان مفتوى أحمد سين ألماني عايش ولاد تب ألمانيا وفي بحبوحة بالحياة الألمانية مجرد دخل على مدرسة دينية علموه أشهدوا أن لا إله الله أشهدوا أن محمد رسول الله إجا انتحر بالعراق وقتل 54 عراق قال الدكتور زادت الجنسيات بحقيقة هذا واضح نحن بالعراق نتكلم بوضوح وواصلة لمصر وغير مصر هاي التفصيلات التفصيلات واصلة النقطة الذكرها الدكتور نصير مهمة كنا فاقدينها بفترة السابقة الوفود العراقية كانت تتكلم مو بصوت واحد عندما الآن يذهب وفد عراقي وزير بمستوى وزير الدفاع ويتكلم عن حقيقة المشهد الأمني المشهد السياسي بحقائق وهذه تكررها وفود أخرى الصورة الصحيحة توصل لتاصل يعني نقطع الطريق أمام الإعلام وأمام السياسي المغرض وأمام الأجندات وبالتالي احنا ما رايدينا شيء غير الحقيقة يعرفها العالم الحقيقة يعرفها العالم يؤدي إلى تعاون تنعكس إلى تعاون تنعكس إلى أن هناك قضية عادلة هناك مجموعة يعني فعاليات صحيحة يجب أن نتعاون في دعمها وفي نتص الإرهاب في العراق أعتقد أنه يهدد العالم ولكن سينتهي الإرهاب بالعراق بإرادة عراقية نحسن وبقرار عراقي والمعركة على الأرض هي معركة عراقية من الألف إلى الياء كل الجهود السالدة نعم في الجو في السلاح في الخبرة مطلوبة في الاستشارة خلف الظاهر تأتيك أنت في الخط الأمامي إرادة عراق أنت من العراق اللي جاي تقاتل وإن شاء الله الموصل تعود وإن شاء الله كل مناطق العراق تعود وإن شاء الله الكنائس تجرس يلا ودى نسمع أنه ساعة صفر دينا وقريبة شكرا جزيلا لك سيد سعيد الجياشي ممتن إليك الدكتور نصي نور التميمي ممنون إليك شكرا جزيلا ومباركة جهود وشكرا موصول للقاهرة لللواء محمود زاهر الخبير العسكري شكرا جزيلا لك سيادة اللواء وشكرا أيضا موصول لكم مشاهدين الأفاضل لبقائكم معنا طيلة هذا الوقت في موال الله اشتركوا في القناة منظومة الخط المجاني مائة وخمسة وتسعون للرسائل فقط يعمل على مدار أربع وعشرين ساعة مع كافة الشبكات يستقبل رسائل المواطنين الخاصة بالمعلومات والاستغاثات والاستفسارات يستقبل من المقاتلين أي معلومات عن محاصرة أو توقف خطوط الإمداد يتم التعامل مع المعلومات الوردة بكل اهتمام ويوصى الابتعاد عن أي معلومات مضللة تأتي هذه الخطوة لخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات تقديم المعلومات المهمة للأجهزة الأمنية